بسم الله الرحمن الرحيم سفح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحجيم هو الذي أخرج الذين كفهوا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحج ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذب في قلوبه والرعب يخرجون بيوتا بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجناء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتوها قائمة على أصولها فبإذن الله وليختي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاد ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فإلاه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما لهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للكقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورسولا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإحواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوك رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإحوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم يقولون لإحوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نضيع فيكم أحدا أبدا ولا نضيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لإن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار هم لا ينصرون لأنتم أشد رحبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلوا لكم جميعا إلا في قرى محصلة أو من وراء جذب بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شدا ذلك بأنهم قوم لا يحقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال لي إنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الصاف رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار قالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغذر واتقوا الله إن الله خبير فيما تحملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته مخاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نظرها للناس لعلهم يتبكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الريب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الطالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بالله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفهوا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحجر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذب في قلوبهم الرحبة يقربون بيوتا بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجناء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا رجال ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فإلا لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما لهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للكقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوالا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق جح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نضيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لإن أخرجوا لا يخرجون معهم ولإن قتلوا لا ينصرونهم ولإن نصروهم ليولن الأدبار هم لا ينصرون لأنتم أشد رحبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصلة أو من وراء جذب بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شدا ذلك بأنهم قوم لا يحقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال لي إنسان اكفر فلما كبر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغذ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته مخاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطلبها للناس لعلهم يتبكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الريب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمين العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم